إنما كنتم مشاهدين أهلا بكم إلى حديث صحافة لنا جولة في أبرز ما تناولته الصحف لصباحة اليوم بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية والمنصات العالمية نستهله مشاهدين بما جاء في جريدة النهار جديد عنوين عديدة ضمن جريدة النهار جديد على مكان أن ينسى بأن فرنسا احتلت الجزائر في أحد الأيام وفق تصريحة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نجد أيضا عنوان آخر ضمن جريدة النهار جديد الدخول جامعي من دون دراسة انطلاق الدراسة في مدرستي الرياضة والذكاء الاصطناعي بداية من اليوم إذن بالعودة إلى العنوان طبعا أين قال رئيس الجمهورية وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن جزائر على أتم الاستعداد ما دامت فرنسا تبيت لها العداء وفي لقاء دوري مع ممثلية الصحافة الوطنية قال الرئيس عبد المجيد تبون أن فرنسا تربطن بها مشاكل ومنها جرائم استعمار دامت 132 سنة مضيفا أنه لا يمكن محو جرائم فرنسا في الجزائر بمجرد كلمات وقال رئيس الجمهورية أن التاريخ لا يسير بالأهواء والظروف ومن يمس بالجزائر لن يذهب بعيدا وكرمة الشعب الجزائري وذاكرة الشهداء ليست للبيع لا بالأورو ولا بالدولار إلى عنوان آخر في جريدة النهار كما ذكرنا مشاهدين دخول جامعي من دون دراسة إذن افتتح أمس الموسم الجامعي في المؤسسات الجامعية عبر مختلف طبعا ولايات الوطن حيث عرفت الجامعات حضورا كبيرا للطلبة لكن في المقابل كانت الدراسة شبه منعدمة بسبب عدم وجود الأساتذة من جهة وعدم الانتهاء من تفويج الطلبة من جهة أخرى وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالباقي بنزيان قد أشرف أمس على افتتاح الموسم الجامعي من القطب الجامعي بالقليعة في تيفازا أين أكد على أن الدولة الجزائرية ومنذ الوهلة الأولى للاستقلال عملت على تخصيص استثمارات ضخمة واعتمادات مالية معتبرة من أجل التعليم والتكوين في جميع الأطوار وبالمناسبة نوه الوزير بقرار رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون باستحذات مدرستين لذكاء الاصطناعي والرياضيات وسجلا بأنها سابقة في تاريخ التعليم العالي بالجزائر على أساس أنها مبادرة تعد الأولى عربيا وإفريقيا وستسمح بتكوين كفاءات مؤهلة لمواجهة التحديات العالمية من جريدة النهار ما جاء فيها إلى جريدة الشعب واللحوم الحمراء بمئة أو ألف ومئة دينار في الأسواق قريبا إذن ككللة المفاوضات التي جمعت فيدرالية مربية المواشئة ومجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك تحت إشراف وزارة الفلاحة منذ أكثر من ثمانية أشهر بالتوقيع على ثلاثية اتفاقية تاريخية وصفت بالتاريخية تضمن بنودها توفير أناب العلاف للمربين بسعر مدعم ينهي المضاربة واحتكار هذه المادة على أن يلتزم المربون بدعم المذابح الكبرى الثلاث برؤوس الماشية بأسعار تفضيلية تنعكس إجابا على سعر اللحوم الحمراء الموجهة للاستهلاك بحيث حدد السعر بالكيلوغرام الواحد حدد بـ 1100 دينار جزائري عبر جميع المحلات التجارية التابعة لشركة اللحوم الحمراء المنتشرة بالتراب الوطنية من جريدة الشعب إلى ما جاء في جريدة المحور اليومية شروع في إداع ملفات التقاعد بقطاع التربية وهذا ابتداء من السابع عشر أكتوبر إذن إنشعوا موظف قطاع التربية الوطنية في إداع ملفات التقاعد في الفترة المتدة ما بين السابع عشر أكتوبر الجاري والثلاثين نوفمبر المقبل شرط بلوغي الموظف ستون سنة قبل واحد وثلاثين أوت الفين واثنان وعشرون وقضاء مدة خمسة عشر سنة خدمة فعلية كما يمكن للمرأة الاستفادة من التقاعد عند بلوغها سن الخامسة والخمسين سنة شريطة قضاء مدة خمسة عشر سنة خدمة وأوضحت الوزارة بهذا الخصوص في التعليم الموجهة لمدرية التربية أن إجراءات الإحالة على التقاعد تلزم المعنى بالأمر أن يقدم طلبه شخصيا مؤشر عليه من طرف مدير مؤسسة العمل وإداع ملف التقاعد شخصيا أو عن طريق مدير المؤسسة أو مفتش المقاطعة الإدارية لدى مدير التربية على مستوى مكتب المعاشات أو التقاعد والمنازعات وبعدها تقوم مديرية التربية بإعداد دراسة ملف تقاعدا معني بحسب التنظيم المعمول به وإداع الملف لدى الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد من جريدة المحور إلى ما جاء في جريدة الإخبارية وعدل توجه تعليمات صارمة من أجل الإسراع في وثيرة الإنجاز واحترام أجال التسليم إذن دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل المؤسسات إلى ضرورة تسريع وثيرة أشغال تهيئة الخارجية والعمل بنظام التنوب من أجل تدارك التأخر بهدف تسليم السكنات في الآجال المحددة أين أجرى المدير العام لوكالة عدل زيارة تفقدية لمشاريع بكل من ولاية مستغان ووهران وأعين بعض السكنات الجاهزة ووجه تعليمات صارمة من أجل الإسراع في وثيرة أشغال التهيئة الخارجية والعمل بنظام التنوب مع الحرص على جودة ونوعية الإنجاز وضرورة تنسيق مع مختلف المتداخلين في المشاريع كما ألزم مؤسسة الإنجاز بتنظيف سكنات التي انتهت بها الأشغال وأمر زيتوني رؤساء المشاريع بمعاينة السكنات والقيام بدوريات للتأكد من جودتها ونوعيتها وفي حال تسجيل أي تحفظ في السكنات وجب مباشرة تبريغ أقول عنه من أجل رفعه من طرف طبعا مؤسسة الإنجاز من ما جاء في جريدة الإخبارية مشاهدنا إلى ما جاء في أخبار اليوم الشطب النهائي من السجل التجاري وغلق المحل للمضاربين إذن كشف محمد الواحدية المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة أنه سيتم إضافة تعديلات على القانون المتعلق بالممارسة التجارية بغرض تعريف فعل المضاربة بدقة وتشديد العقوبة ذات الطابع الاقتصادي على المضاربين وأضف الوحدية أن تجديد العقوبات سيصل إلى الشطب النهائي من السجل التجاري والمنع من ممارسة أي نشاط تجاري مدى الحياة وغلق المحل التجاري وحجز السلع أما الجانب الجزائي المتعلق بالحرمان من حرية والحقوق المدنية فستقوم وزارة العدل بإدراجه ضمن قانون العقوبات مشاهدين من أبرز ما جاء في الصحف لصابحة اليوم لأهم جاء في المواقع الإلكترونية نستهله بالنهار أولاين فرنسا تسحب الجزائر من القائمة الحمراء وشروط جديدة لدخول أراضيها إذن قررت فرنسا شطب الجزائر من قائمتها الحمراء للصفر بحسب مرسوم نشر السبت وتم تصنيف الجزائر منذ عشرين أوت أثفارت في القائمة الحمراء من قبل فرنسا بسبب وباء كوفيد-19 بالإضافة إلى الجزائر قررت السلطات الفرنسية أيضا إزالة تونس والمغرب من هذه القائمة الحمراء حسب المرسوم نفسه وينص المرسوم الذي وقعه وزير الصحة الفرنسي على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من اليوم وستعود الجزائر إلى القائمة البرتقالية التي تضم البلدان التي ينتشر فيها الفيروس بشكل نشط بنسب مضبوطة دون انتشار متغيرات مثيرة للقلق ويأتي هذا القرار من قبل السلطات الفرنسية في الوقت الذي تحسن فيه الوضع الصحي في الجزائر بشكل ملحوظ وقد سجلت وزارة الصحة خلال الأربعين والعشرين ساعتنا الماضية مئة واثنان حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كوفيد تسعة عشر وسبعة وسبعون حالة شفاء وأربعة وفيات من النهار أولاين إلى ما جاء في البلاد دوتنات وقريبا الحملة الوطنية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية إذن ستصل إلى الجزائر في خلال أو من خلال شهر أكتوبر جاري شحنة من اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية تحسبا لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم حسب ما كشف عنه مدير الوقاية وتلقية الصحة بوزارة الصحة الدكتور جمال فرار وقال فرار في تصريح له على هامش يوم دراسي حول الصحة العقلية إن الوزارة ستشرع في حملة التلقيح ضد فيروس الأنفلونزا الموسمية ككل سنة عشرون يوم بعد استلام معهد باستور للجرعات الأولى من اللقاحات التي يرتقب وصولها إلى جزائر قبل نهاية هذا الشهر من البلاد دوتنات إلى موقع الخبر وترقيم جديد للمركبات ذات الترقيم اثنان وعشرون إذن طلبت مديرية التقنين والشؤون العامة والمنازعات لولاية الجزائر أصحاب المركبات التي يعرف تاريخ وضعها في سيري والحاملة لترقيم الثاني والعشرين بالتقرب للمصالح المكلفة بترقيم المركبات لاستبدال بطاقة الترقيم الجديدة بثلاثة وثلاثون وذلك قبل تاريخ الواحد وثلاثين ديسمبر الفين وواحد وعشرين وجاء في بيان المدرية أمس الأحد أن مخالفة لهذه الأجال قد تعرض أصحاب هذا النوع من المركبات إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن من أبرز ما جاء في المواقع المحلية إلى هم جاء في المنصات العالمية نستهله بالعربية البعثة الأممية بليبيا الأمم المتحدة على الليبيين احترام موعد الانتخابات وندعو كل الأطراف للانتخارات في حوار مباشر إذن دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جميع الأطراف للانخراط في حوار مباشر مؤكد مع ضرورة الالتزام طبعا بخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي وذكرت الأمم المتحدة في بياني لها مساء أمس الأحد جميع الأطراف ذكرتهم طبعا بأهمية الإجراءات أو إجراء الانتخابات الليبية في موعدها يوم الرابع والعشرين ديسمبر وجاء البيان الأممي بعد بوادر انشقاق معلن داخل الحكومة الليبية على خلفية انتقادات حادة وجهها نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القرطاني إلى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اتهمه فيها بالاستحواذ على السلطة والتعدي على صلاحيات الوزراء والتفرد بالقرارات في خطوة قد تهدد خارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء انتخابات عامة نهاية العام الجاري من العربية إلى القدس العربي بعد إتغاء طبعا اتفاقيات السيد البحري والزراعة البوليزاريو تطالب الاتحاد قول الأوروبي عفوا بمليار يورو كتعويضات إذن تعمل جبهة البوليزاريو على تطوير استراتيجية منع المغرب والاتحاد الأوروبي التوقيع على اتفاقية جديدة حول السيد البحري والتبادل الزراعي بعدما ألغى القضاء الأوروبي اتفاقي في هذا الشأن وفي ذلك عبر مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأدية تعويضات مالية تصل إلى مليار يورو وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد أصدرت منذ أسبوعين قرارا يقضي بإلغاء اتفاقيات السيد البحري والتبادل الزراعي أنها تشمل مياه وأراضي الصحراء الغربية وسيتم تنفيذ الحكم نهاية نوفمبر المقبل من القدس العربي إلى ما جاء في روسيا اليوم تونس الخارجية تدين دعوة شخصيات سياسية تونسية لأطراف أجنبية إلى التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد إذن أدنت وزارة الخارجية التونسية أمس الأحد دعوة وجهتها جهات وشخصيات سياسية تونسية إلى أطراف أجنبية من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وأضفت في بيان لها أن هذه الدعوة تهدف إلى التحريض على تونس لتعطيل المصاري التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمس من سمعة البلاد وإرباك علاقاتها وصدقاتها الخارجية وأعربت الخارجية عن استغرابها لصدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقا مهاما سابية في الدولة وذكر البيان أن تونس تحتاج في هذا الظرف الدقيق إلى المزيد من الالتفاف حول المصلحة الوطنية وأعلانها فوق الحسابات الشخصية الضيقة بما يستجيب لتطلعات وأمال أقول الشعب التونسي بهذا الخبر مشاهدين نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا اليوم ضمن قراءة بأبرز متى دلولته طبعا الصحف في حديث الصحافة وتبع طيبة لبقية برامش قناة